اشتركوا في القناة وما يوليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من حرص واهتمام في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك مؤكدا أن قمة البحرين تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تعقد فيه حيث تواجه المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد واشدد الأمين العام على أن قمة البحرين تعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضايا الخطيرة ومعربا عن ثقته في قدرة مملكة البحرين على استضافة أعمال القمة والخروج بها بأفضل صورة ممكنة من كافة النواحي مثمنا الدور الحيوي للدبلوماسية البرلمانية العربية والتي تعد رافدا مهما للعمل العربي المشترك من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر والتقدير لجهود سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية في تعزيز دعم العمل العربي المشترك مثمنا جهود اللجنة العامة للإعداد لقمة البحرين والتعاون البارز مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بمملكة البحرين وأشار معالي إلى الدعم البرلماني العربي لما ستسفر عنه قمة البحرين من قرارات وتوصيات وما سيتضمنه البيان الختامي من رؤى ومبادرات خاصة في مجال التكامل الاقتصادي والتنموي لا يمكن الحضور إلى المنامة والمشاركة في هذه القمة بدون زيارة رئيس البرلمان الذي سبق له أن قام بزيارة مقر الجامعة العربية البرلمان له دور تشريعي هام للغاية واجتمعت برئيس البرلمان وهيئة مكتب البرلمان وجمحهم من الإخوة لديهم تجربة وخبرة كبيرة والحقيقة دار الحديث على القمة واحتمالات المشاركة العربية الكبيرة فيها بالإضافة إلى القضايا المطروحة وأكدت لهم ثقة الكاملة في نجاح هذه القمة سواء فيما يتعلق بالقرارات التي سوف يتم تبنيها أو في إعلان المنامة الذي سوف يصدر باسم القمة عن دولة الرئاسة وهو بالتأكيد إعلان يعكس موقف عربي جيد للغاية اللقاء مهم جدا نقشنا في الترتيبات الجارية لعقد القمة العربية في البحرين وهذه القمة ستكون قمة مهمة وعلى درجة كبيرة من الهمية بالنسبة للبحرين والعالم العربي نتيجة للإستعدادات الطخمة التي تقوم فيها جميع الأطراف أعتقد أن هذه القمة سوف تكون نقطة تحول بإذن الله في المسار العمل العربي المشترك هناك إصرار وتوجه حقيقي هذه المرة إن شاء الله في أن تكون القمة العربية التي سوف تخرج بإعلان المنامة أو إعلان البحرين قمة استثنائية في مبادراتها وفي أيضا في مخرجاتها وانعكاساتها إن شاء الله بإذن الله على العالم العربي ترجمة نانسي قنقر